التسعة صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينتش موجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد وزير الخارجية الفلسطينية رياض الملكي أن الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى تدمير فلسطين والقضاء عليها مشيرا إلى أن الدمار الذي أقدم عليه الاحتلال في غزة هدفه تهجير الفلسطينيين وليس القضاء على حماس فحسب وخلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة الوزرية العربية المشتركة بالعاصمة النرويجية أسلو وبمشاركة وزراء خارجية الأردن والسعودية والنرويج قال وزير الخارجية الفلسطينية أنه يتم بحث وقف دائم لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات للأهل في القطاع بشكل دائم ومستمر مؤكدا السعي لتفادي المجاعة في القطاع واستخدام الغذاء كسلاح من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته قتلت عن طريق الخطأ ثلاثة محتجزين إسرائيليين في غزة وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي أن القوات قامت بإطلاق النار على المحتجزين عن طريق الخطأ وذلك خلال قطال في الشجاعية وأكد متحدث باسم جيش الاحتلال أنه ستكون هناك شفافية كاملة في التحقيق في الحادث معربا عن أسفه العميق على ما حدث شهدت العاصمة الأوكرانية كييف انفجارات تردد صدها في أنحاء العاصمة عندما تصدت وحدة الدفاع الجوي لطائرات روسية مسيرة وقال رئيس بلدية كييف أن الوحدات المضادة للطائرات تعملت مع الموقف لدى تحليق مجموعات من الطائرات المسيرة بالقرب من المدينة هذا وسمعت سلسلة من الانفجارات المدوية كما دوت صفارات الإنذار على الضفة الشرقية لنهره دينيبرو أكدت روسيا أن واشنطن ستتلقى ردا ممثلا من موسكو إذا ما تحركت لاستئناف تجرب الأسلحة النووية وقال نائب وزير الخارجية الروسية سيرجي ريابكوف إن الولايات المتحدة أرسلت إشارات في الآوانات الأخيرة بأنها لا تخطط للقيام بذلك وشدد المسؤول الروسي على ضرورة أن تكون موسكو في حالة تأهب قصوى تحسبا للتحرك الأمريكي المحتمل لإستئناف التجارب النووية معتبرا أن بلاده تحكم على واشنطن بالأفعال وليس بالأقوال وذلك على حد تعبيره أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن مشاركين في المنتدى العالمية للاجئين تعهدوا بتقديم أكثر من 2.2 مليار دولار للتصدي لأزمة اللاجئين العالمية وخلال المنتدى الذي استمر ثلاثة أيام قال المفوض السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبو كراندي إن سبعة ملايين شخص نزحوا بسبب الحرب المستعرة في السودان كما دعا إلى اتخاذ قطوات لتجنب كوارس أزمة النازحين في قطاع غزة رياضيا تأهل الأهل إلى الدور النصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم وذلك بعد فوزه الثمين على فريق التحاد جدة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتما على ملعب الجوهرة المشاع في الدور الثاني لمونديال الأندية سجل ثلاثية الأهل في اللقاء علي معلول من ضربة جزاء في الدقيقة الثانية والعشرين وحسين الشحات في الدقيقة التاسعة والخمسين وإمام عشور في الدقيقة الثانية والستين فيما أحرز هدف الاتحاد اتحاد جدة الوحيد لعبه الفرنسي كاريم بنزيمة في الدقيقة الحادية والتسعين بهذا الانتصار تأهل الأهل إلى الدور النصف النهائي للمونديال الأندية حيث سيواجه فريق فلومنينزي البرازيلي بطل قارة أمريكا الجنوبية الاثنين المقبل فيما سيلعب في المباراة الأخرى للدور النصف النهائي منشستر سيتي الإنجليزي أمام أوراوا ريد اليابانية مشاهدين انتهى من مجزء التاسعة ونعود لاستكمال البقي فقرة صباح الخير يا مصر بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر